بسم الله الرحمن الرحيم وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الفريق المتقاعد القاضي مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الأردن ليلقي محاضرة بعنوان الهجوم الصهيوني على غزة في منظور القانون الدولي الإنساني فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاوات والتسليم وعلى آله وصحبه أجمعين الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني في هذه الأمسية أن أكون بضيافة هذا الحشد الكريم من علماء وأجلاء ولكن عندما نتكلم عن موضوع القانون الدولي الإنساني فهنا بغض النمر عما إذا كان ما هو موقف القانون الدولي الإنساني من الاعتداءات على غزة فإن الموضوع بمكمله وبمجمله هو عبارة عن مقالة قانونية وقد لا تلقى قد يصاحبها بعض الملل لبعض المختصين في الموضوع لذلك يعني أستميحكم عذرا إن كان بعض الكلام فيه نوع من التعابير التي معني فيها فقط المختصين في هذا الموضوع وعندما نتكلم عن هذا الموضوع بالصحيح إن الأحداث الأخيرة للأسف التي جرت الكل أخذ يسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة وعبر وسائل الاتصالات كلها وفي موضوع المؤتمرات بين الدؤساء والحكام الكل أصبح يتكلم عن موضوع القانون الدولي الإنساني أصبح الطفل يسمع في القانون الدولي الإنساني أصبحت المرأة تسمع بالقانون الدولي الإنساني الأسر كلها صارت تسمع في القانون الدولي الإنساني فهذا الموضوع حقيقة بغض النظر عن أنه موضوعا قانونيا صرفا إلا أنه أخذت تزايد الاهتمام به من واقع ما نعيش به من اضطرابات ومن أعدوان غاشم من إسرائيلي على فلسطين وغز الاحتلال بشكل عام نصل رأساً للموضوع القانوني لدولة الاحتلال وقدش مسؤوليتها الاحتلال أيضاً منظم باتفاقيات جينيف والاتفاقية الأولى بالبرتوكول الأول نصت في المادة الثانية منها على حق الشعوب في النضال المسلح والمقاومة المسلعة ضد الاستعمار أو ضد قوة الاحتلال في هذا الموضوع يعني نص صريح موجود لذلك أي مقاومة لأي سلطة محتلة عملية شرعية بمقتضى أحكام الاتفاقيات ومقتضى أحكام قرارات الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية كل ذلك يقر بأن حق الشعب حق تقرير المصير حق النضال المسلح وحق المقاومة في هذا الموضوع ومقر به يعني بدون يعني طبعاً أنا أقرأ قرارات التي تتعلق في هذا الموضوع لكن العملية لا اجتهادة فيها لا اجتهادة فيها يعني عملية مستقرة أن لك حق المقاومة المسلح فلذلك الشعوب اللاقعة تحت الاحتلال لها حق المقاومة وحق النضال المسلح نرجع نقول إذن سلطة الاحتلال معنية بتوفير الطعام والشراب عدم الحصار عدم العقاب الجماعي عدم التهجير القصري كل هذا مفروض بمقتضى اتفاق نصوص قانونية وليس مجرد اجتهادات في هذا الموضوع ومن أيضاً أنها تكفل مش بس هيك أنها تقوم في كل المسائل اللي بتحقق الوسائل الرفاهية والمعيشة هذا الحكي طبعاً أقرته بداية منين حصل حصل من مش بس من الاتفاقيات حصل من مثاق الأمم المتحدة اللي أنشأ عام 1945 واللي كان واللي مثاق الأمم المتحدة لماذا وضع أصلاً الأمم المتحدة ليش أنشأت أنشأت بغرض مثاقها المنصوص عليه بأنها لغايات معينة حفظ الأمن والسلم الأمني الدوليين تحقيق النماء والتعاون مشترك ما بين الدول تحقيق النماء والرفاه الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وتبادل التعاون بين كل الدول فمهمة الأمم المتحدة عند إنشائها كانت مهمة تتعلق بالإنسانية تتعلق بوقف الحروب التي عانت منها أوروبا بشكل خاص لكن للأسف هذه المثاق عندما نقرأه ممتاز تنصوصه كثير ممتازة وبيعدي طبعاً حتى لفظ الحرب بطل يستعملها وقال لا يجوز إلا في مادة واحدة إنه لا تجوز القتال إلا في حالة واحدة فقط في حالة الدفاع عن النفس وحالة الدفاع عن النفس اللي بدي أحكي عنها بات شوي في هذا الموضوع إذن فالمثاق قرر في بدايته حق تقرير المصير للشعوب كافة وحق مبدأ المسواة وحق مبدأ التعامل الإنساني ما بين الدول فلذلك هذا المثاق يعني انبثق عنه قرارات عديدة من المحاكم ومن الجمعية العامة المؤمن المتحدة تكرس مثل هذه المبادئ أشهرها قرار رقم 3070 للجمعية العمم المتحدة اللي بتحكي بشكل مفصل عن مبدأ تقرير المصير وحق الشعوب في تقرير مصير في هذا الموضوع مش بس هذا كمان إنه عام 1998 صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي هو برضو عن طريق الأمم المتحدة فأصبحنا نتكلم عن مبادئ تتعلق بإعلان حقوق الإنسان واللي انبثق عنه العهدين الدوليين السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيره لعام 1966 هذا الإعلان اللي انتم كل بسمعه فيه بظل نحتفل بمناسبة بالذكران بظل نحتفل فيه وفيه صار فيه مراكز وطنية في كل العالم وفيه مفوضية عامة في الأمم المتحدة بتتعلق بحقوق الإنسان اللي هو المجلس حقوق الإنسان فهذه كلها مجتمعة المثاق مع الإعلان العالم لحقوق الإنسان مع الأهدين الدوليين كل ذلك يشكل منظومة متكاملة في الدفاع عن الإنسان بحقوقه وهو الواجبات المتغطاة عليه بهذا الإعلان سواء عبر النزاعات المسلحة أو عبر علاقته بالدولة التي يعيش فيها من حيث توفير وسائل الحرية له سواء بالعمل أو بغيره إلى ذلك من هذه الأمور وكذلك التجسد ذلك في القرارات المحكمة العدد الدولية اللي أيضا منبثقة عن الأمم المتحدة فإحنا عندنا منظومة متكاملة في بيان حق تقرير المصير حق النضاع المسلح للشعوب في هذا الموضوع عبر كافة المنابر الدولية كلها تتكلم في هذا الموضوع إذن فلذلك هنا نجد أنه يعني موضوع الاحتلال عندما نقرأ هذه النصوص طيب وين مطبق منها الآن في إسرائيل لا يوجد شيء لا يوجد شيء انتهكت كل هذه المواثيق انتهكت كل ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقيات بشكل اللي عملته بالحصار والتجويع والتهجير القصري والعقاب الجماعي والنقل الأمور كلها فمنع الطعام والشراب منع التوفير الأدوية سابقة لم تحصل من قبل أن تتعدى دولة على الكوادر الطبية والمستشفيات والمراكز الطبية لم يحدث ذلك في التاريخ على الأقل الحروب كلها كان فيها نوع من الأخلاق فيها نوع من الأخلاق عند في هذا الموضوع أن تتجاوز وأن تضرب المستشفيات وأن تضرب المراكز الطبية وأن تضرب سيارات الإسعاف وأن تقتل الأطباء وأن تقتل الصحفيين وأن هذا كل سوابق ليس لها مثيل يعني هل نسمع في حرب الأوكرانية هل سمعتم بمثل هذه الأمور لا توجد مثل هذه الأمور ما فيه يعني فيه فيه انضباط على الأقل في قواعد القتال وفي قواعد الاشتباك في هذا الموضوع فلذلك هنا الانتهاق صارخ في هذه الموثيق بشكل غير معقول وبشكل يتنافى مع كل قيم الأخلاق وقيم الإنسانية في هذا الموضوع ويتنافى ومبادئ الأمم المتحدة اللي بديقول لك وين حفظ الأمن والسلمة الدوليين طيب احنا وين حق تقرير المصير وين حق الشعوب في النضال طيب احنا وكما طيب انت يا إسرائيل بالذات انت انضمتي ماتي إلى ميثاق الأمم المتحدة عام 1949 بمقتضى قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة هي الوحيدة عن باقي الدول كلها اللي انضمت للجمعية العامة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة بألزمها باحترام المواثيق وانهت بعد قرار التقسيم اللي صدر عام 1947 إلى الرقم 181 وكانت ظاهرة منفصلة وكان القرار الجمعية في هذه الحالة ملزم اللي أنا بقوله القرارات الجمعية العامة غير ملزمة في اللي عم تطلع منها من شوفها من قرارات في هذا الموضوع فالخلاصة في هذا الموضوع إن مخططات دولة الاحتلال بضم أراضي فلسطينية مخالفة للشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي وهي جريمة مكتملة الأركان وتضع المجتمع الدولي والنظام الدولي والقانون والعرف الدوليين أمام مسؤولياته لما يترتب عليه من آثار تهدد المنظومة الدولية برمتها في حال بقي المجتمع الدولي عاجزاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية واحترام القانون الدولي والقرارات الدولية ذات العلاقة كذلك نرجع للصوان اللي أنتم كلكم عم تشوفوه بمسائل الإعلام موضوع الإرهاب وموضوع المقاومة وموضوع الدفاع عن النفس وصم المقاومة المسلحة بالإرهاب يتنافى مع كل ما هو منصوص بهذا الموضوع لا يمكن أن توصف المقاومة بالإرهاب هذا النقطة الأساسية هناك فرق بين حق المقاومة للشعوب وبين الإرهاب والإرهاب أنتم كلكم تعرفوه اللي هو عبارة عن ظاهرة من ظواهر العنف سواء كانت لأغراض دينية واجتماعية وزيزية قصت منها إحداث فوضى في المجتمعات ليست لها علاقة بمقاومة مسلحة ضد ضد دولة محتلة دون أن أخذ في موضوع الإرهاب اللي بأخذ طبعا يأخذ وقت طويل في هذا الموضوع وبتعريفه وكيف شو هو الإرهاب وشو كذا في الموضوع فلذلك لا يمكن أن نجي نقول والله هاي حركات إرهابية هذا مفهوم يطلق لتحقيق مصالح خاصة لبعض الدول وليس يمتفق مع التحليل القانوني ومع أي أمور قانونية أخرى أنا أريد أن أحكي لكم الآن أنتم وكلكم يعني الثورة الجزائرية اللي استمرت الاحتلال الفرنسي استمر إلى مدى 132 عام من عام 1832 من عام 1838 إلى عام 1962 130 عام شو كانت توصف الجزائر المقاومة نفس الوضع الآن إرهابيين حركات إرهابية جنوب أفريقيا ونلسل مندولة شو كان يوصف إرهاب كل ما هو كان ضد الاحتلال كانت الحركات ليس شيء جديد نقول عن المقاومة الآن إنها مقاومة إرهابية هذا يعني أمر متعارف عليه للدول الكبرى صاحبة المصلحة في بقاء نير الاحتلال على الدول فلذلك ليس وهو أمر مستغرب في هذا الموضوع لكن هل وصم الإرهاب ينفي بالحقيقة عندما تستقل مثل هذه الدول الجزائر الآن استقلت بعد أن تكبدت خمس مليون شهيد وكان آخرها مليون ونصف في الحركة الأخيرة في حركة التحرير الأخيرة خمس مليون فقدت الجزائر وجاء أيضا الإسرائي أيضا جنوب أفريقيا الدول لكلها في هذا الموضوع استقلوا الآن من من هم أبرز زولتين في أفريقيا الآن الجزائر وجنوب أفريقيا من الدول القوية حد يقول عن الجزائر الآن الإرهابية حد يقدر يوصف جنوب أفريقيا ولا غيرها إرهابية كل ذلك إلى زوال الاحتلال إلى زوال الأوصاف المتنصفة بالإرهاب إلى زوال لأنه لا يتسم مع الحقيقة لا يتسم مع أي ظرف من العقل في هذا الموضوع فإذلك إننا وصفه بدلالات سياسية بعيدة عن الأمور القانونية أمر متناقض مع ما هو واقع في هذا العالم ولا يمكن لا يمكن القبول به إطلاقا فقيام دولة الاحتلال باتهام حركات المقامة بالإرهاب محاولة بائسة لتثبيت الاحتلال واغتصاب الأرض والحقوق والمقدسات العربية وتهويدها وكسر إرادة هذا الشعب المكافح لنيل حريته وساعده في ذلك دول الغرب في سياستها التي تتصف بازدواجية المعايير وفقا لمصالحها الشخصية باستخدام لفظ الإرهاب بتطويعه بما يتفق ومصالح القوى الكبرى الذي بموجبه تمنح الشرعية لأي فعل يلائمها وتنزعها عن أي فعل يعارضها بمعنى استخدام هذا المفهوم كمصطلح سياسي بامتياز دون النظر إلى أي معايير قانونية دولية أو أخلاقية وبالتالي تراجع المبادئ الأخلاقية والقانونية أمام المصالح السياسية ويفضح ازدواجية الأخلاقية لدول الغرب هذا يعني أي واحد قانوني أو أستاذ في القانون سواء كان إسرائيلي أو سواء كان أمريكي ولسوما كان لا يستطيع أن يتجاوز عن ما هذا هو موجود عند المتخصص بشح يستطيع أن يطلع عن مخزون العلم الموجود عنده في هذا الموضوع لكن كل موضوع عبارة عن مواضيع سياسية في هذا الموضوع وأدي نجأ كمان نقطة الدفاع عن النفس المقولة التي لا تزال تتكرر والتي للأسف تتكرر من بعض الدول العربية أيضا في هذا الموضوع تتكلم عن موضوع الدفاع عن النفس أي دفاع عن النفس هل إسرائيل بما تقوم به الآن هو يشكل حق الدفاع عن النفس حق الدفاع عن النفس حسب ما هو منصوص بمثاق الأمم المتحدة هو حق ما بين الدول وليس بين حركات مقاومة يعني النص اللي جاي في المثاق الممتحدة نصح على حق الدفاع عن النفس بالمادة الرابعة فقرة اثنين بقول أنه للدولة اللي إذا اعتدى عليها حدا بقوات المسلحة إنها تدافع عن نفسها هاي الحال الوحيد اللي أقررتها بيثاق الممتحدة فنحن لسنا أمام حالة دفاع عن النفس لأنه المقاومة المسلحة حق مقرر قانونا بحق الاتفاقيات والموثيق الدولية كلها في هذا الموضوع لكن ما تمارس الدولة بالعكس إسرائيل تمارس في هذا الموضوع إرهاب ما يسمى بإرهاب الدولة مش مش الحركات العربية إنما هي تمارس إرهاب الدولة في هذا الموضوع من كافة الصنوف التي تشكل انتهاكات لكل هذه الموثيق في الموضوع فلذلك لا يمكن أن نقول أن هناك دفاع عن نفس لسلطة محتلة السلطة المحتلة طبعا السلطة المحتلة مش رح يعني الحركات التحرير كلها كيف تقوم بالمقاومة؟ المقاومة السلطة المحتلة ما بتظلوا كذا ما بتظلوا والله بتدرب بتخضي على المقاومة لكن لا يسمى دفاعا عن النفس وإنما يسمى بردة الفعل وليس بدفاعا عن النفس ردة الفعل هذه التي تقوم بها السلطة المحتلة حتى وهي تقوم بردة الفعل واللي هو الموضوع غير شعر يجب أن يتناسب مع مبادئ القانون الدولي الإنساني اللي بتقوم على مبدأ التناسب ومبدأ التمييز ومبدأ الإنسانية هذه مبادئ القانون الدولي الإنساني في هذا الموضوع فهي حتى فيما يجب أما أن تقوم بإبادة جماعية وتدمير كلي لكل ما هو كائن على وجه الأرض هذا لم سابق حقيقة وستبقى هذه الموضوع هذه الأجيال كلها راح يتأرخها وهذا على فكرة كلها راح يتأرخ بالتاريخ سيبقى وصمة عر في جبين الغرب كله سيبقى وصمة عر سيذكرها التاريخ بما يجري من هذا الانتهاكات بهذا الموضوع ولن تنسى الأجيال ما جره وسيتم المحاسبة على كل ذلك في هذا الموضوع فلذلك هل نستطيع أن نقول أن إسرائيل فوق القانون حالياً بدورة مع أمريكا هي فوق دعنا نقول عنها فعلاً أنها تقوم فوق لكن هل ستبقى فوق القانون لا لن تبقى إسرائيل فوق القانون وسيأتي اليوم طالأاً قصر للمحاسبة والمسائلة سواء كان عبر المسئولية الفردلية أو المسئولية الدولة نفسها في هذا الموضوع خاصة أن جرائم الجرائم الانتهاكات الجرائم اللي بتشكلها القانون الدولي الإنساني اللي هي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وإنما تبقى المسائلة موجودة ولو بعد مئات السنين فلذلك هذا يعني لن لن يحيد عن هذا الموضوع إطلاقاً وستبقى إسرائيل مسؤولة وستبقى أمريكا في في تعنتها وفي شراكتها مع إسرائيل ستبقى بالنسبة لها حتى هذا سيسجل أنها كانت وصمة عار عندما كانت الوحيدة في مجلس الأمن التي تحارب باستعمال الوحيدة وضد وخف إطلاق النار معما هو يجري من قتل لغاية الآن نحن صرنا نحكي بثمانين ألف وقد يصل العدد إلى أكثر من ذلك للأزف وأنا في بداية أنا في بداية بس كان بسألني واحد بقول لي كدش لما كانوا للسبعة كانوا وعبت خمسمية ستمية واحد قلت له سيصل المبلغ سيصل العدد إلى لم أبالغ إلى مئة ألف إلى مئة ألف لسه نحن نحكي عن تمامين ألف اللي شافوهم اللي تحت الأنقاض سألاف اللي بحث تحت الأنقاض ألاف في هذا الموضوع فإذا الموضوع يعني سجل عار في جبين الغرب في هذا الطريق حقيقة ولن ينتنس لن تنس الشعوب تلك ولن تنس أي أجر منطقة أنه ما جر في هذا الموضوع بيظل كمان يجي السؤال هل في وسيلة الآن للمحاسبة والمسائلة والآن نسمعنا في المحكم الجنائية الدولية وفي الإحالة إلى المحكم الجنائية الدولية في هذا الموضوع وفي دول تقدمت بشكه إلى مجهد المحكم الجنائية خمس دول تقدمت من ضمنها الجزائر وجنوب إفريقيا وغيرها وأيضا في منظمات دولية تقدمت إلى المحكمة الجنائية الدولية في الآن هيئات واتحاد محامين أيضا العرب بحقه على أساس أن يقدم شكاوة في هذا الموضوع قرارات المؤتمر القمة العربي الإسلامي اللي صدر كان من ضمن قراراته تشكيل لجنة لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وتقديم الملف للمحكمة الجنائية الدولية بس هل تثبتوا عنها يجيب ما تثبتش بعدها يمكن كان عبارة عن في الدرج كانت يعني في الموضوع فذلك فهذا يعني السؤال أنه هل فعلا هناك جدوى في المحكمة الجنائية الدولية أم لا في هذا الموضوع للأسف أن المحكمة الجنائية الدولية قد سيست إذا كانت هي مثالا للعدالة الجنائية الدولية فللأسف فهي مخترقة في هذا المجال مخترقة من مين؟ من الدول التي ليست أعضاء في المحكمة يعني أمريكا وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ومع ذلك الذي يتحكم في المحكمة الجنائية الدولية للأسف الآن هو برضو الغطاء أمريكي يعني فلذلك احنا فقدنا العدالة الدولية حتى العدالة فقدناها للأسف كان يعني قبل الموجود المؤمن المدعي العام كان اسمه هذا الحالي اسمه كريم خان من أصول باكستانية وإسلامية ومسلم على فكرة شايف؟ لكن هم معه الجنسي البريطاني إنجليزي شايف؟ قبله كان في وحدة أفريقية مدعية اسمها فاسو كانت لأنها من الأصول الأفريقية كان لسا عندها حس الإنساني وحس العدالة فلذلك إذا بتتذكروا تقدمت الشكاوى من الفلسطين بحق الانتهاكات الإسرائيلية ما جرت في غزة فلسطين وأيضا فقامت هي إذا ترجعت قبل فترة كان سمعت أنه كان في باشرة المدعية العامة بالتحقيق وجمع المعلومات في هذا الموضوع وأيضا كان في شكوى على أمريكا بأفغانستان على جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان قامت بالتحقيق في الثنتين بعدين رأسا انتهت جابه كريم خان كريم خان شو سوى أول شيء ملف الأمريكي أغلقوا نهائي وملف الفلسطيني الإسرائيلي جمدوا الآن أنت يا مدعي عام أنت الآن الموجود أنت في المحكمة الجنية أنت كيف سرعت وبسرعة شديدة وفي بضع أيام ودون تحقيق من كافة الأطراف بإصدار مذكرة توقيف في حق بوتن وعلى إيش؟ على التهمة اللي هي منصوص عليها بجرائم الإبادة الجماعية إنه عبارة عن نقل الأطفال إذا بتتذكروا نقل الأطفال من أوكرانيا إلى روسيا على هذه التهمة أصدر مذكرة توقيفي حق بوتن في خلال بضع أيام وبسرعة هائلة جدا طيب طيب أنت اللي سويت هذا الحكي به السرعة يا أخي طيب وهل مجازل اللي عم بتصير هذه ما بتحركك؟ ما بتثير إيك عندك أي شؤون في هذا الموضوع؟ إيش هذا؟ شاف؟ وهل هل تعتقدوا أنه في منتظر أنه يسوي إيشي؟ لن يعمل شيء في هذا الموضوع شاف؟ لأنه مسيس إنسان مسيس في هذا الموضوع جاء في زيارة إلى عن الحدود عن غزة ورد راح وراح راجع لزيارة في فلسطين وقابل بعض شو راح يقابل؟ راح يقابل المدنيين اللي تضرروا الإسرائيليين في إسرائيل وليست في غزة فلذلك تجد الظلم بأبشع أنواعه الظلم الشديد اللي يمارس بشكل غير طبيعي في هذا الموضوع فلذلك عندما يعني لا يوجد أنا شخصيا لا أجد أملا في المحكمة الجنائية الدولية بغض النظر عن كنا يعني متأملين بأنها ستكون قضاء جنائي دولي دائم أن يكون نبراس للعدالة ويحقق يعني على عدالة للشعوب لكن للأسف كانت يعني لم تصل إلى مثل هذا المستوى على طبعا هو سبب سبب رئيسي في هذا الموضوع يعني ليش نحن نجد الظلم الصارخ بهذا الشكل الواقع عندما نرجع نحكي هذا في هذا الموضوع سببه الأساسي أنه انهيار التوازن الدولي في هذا الموضوع عام 1992 بانهيار الابتحاد السوفيتي وجعل أمريكا هي القوة الوحيدة المهيمنة على العالم أصبحت هي المسيطرة وكانت فرصة لأمريكا كقوة مهيمنة وحيدة أن تمارس أسس العدالة في التعامل مع الدول ومع الشعوب لكنها استفردت ظلما وبزورا وبهتانا على هذه الشعوب بهذا المنظر لذلك فقدان التوازن الدولي أدى إلى ما نحن نعيش فيه حاليا في هذا لعل وعسى أن يعود التوازن الدولي مرة أخرى وأن يكون هناك تعدد قوة قطبية متعددة هذا لصالح الشعوب على فكرة لصالح خاصة الشعوب الضعيفة الشعوب التي ليست لديها القوة الكافية لتدافع عن نفسها في هذا الموضوع فلذلك يعني أيضا فيه نقطة أخرى وأنا ذكرتها في أكثر من مرة وحكيتها في أكثر من منبر في هذا الموضوع أنه إحنا مو شرط نرجع إلى المحكمة الجنائية الدولية للمحاسبة إسرائيل اللي عارف نتيجة سلف مش رح تأدي إلى نتيجة في هذا الموضوع عندنا بالتفاقيات الأسلحة جريمة الإبادة الجماعية هاي لعام 1948 ومصادق عليها 191 دولة تقريبا ومن ضمنها إسرائيل بالمناسب من ضمنها إسرائيل مصادقة على هذا الموضوع هذه الاتفاقية مذكور في نص المادة التاسعة منها طبعا في التعرف الإبادة الجماعية وما هي يعني أنواع شو هي شكال الجريمة الإبادة الجماعية واللي هي نفس النص الموجود بالنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فقالت في المادة التاسعة أنه إذا صار فيه أي خلاف ما بين أي دولتين على أساس أنه هذا أنه أي فعل يشك الإبادة الجماعية هي بتنظر في هذا النزاع وبتقرر أنه إذا فيه إبادة جماعية أو لا هذه ليست علاقة بالسياسة وهذه ليست علاقة أنه أنا منتظر أنه أنا أدخل وأجي يعني هذه محكمة العدل الدولية وليست المحكمة الجنائية الدولية بقى قامت المؤتمر للتعاون الإسلامي كلف دولة جامبيا بتقديم شكوى ضد مينمار على ما جرى من إبادة للمسلمين في مينمار بشكل عساسي أنه وصف كان إبادة جماعية في هذا الموضوع وفعلا تقدمت الشكوى بالنيابة عن منظمة الإسلامية ونظرت المحكمة في هذا الأفعال تعد بنارة وأقرت بأن هناك إبادة جماعية هون ما في مجال لا لا كريم خان ولا لا غيره عندما يستر قرار في هذا الموضوع بأن هذا الفعل يشكل إبادة جماعية يشكل إبادة جماعية أصبحت الدولة مسؤولة في هذا الموضوع فواجب عليه أنها يعني أنها تتراعي هذا الحكم وإذا لم ترأيه هذه الساعة بأخذ الملف وبروح على كريم خان خصبا عنه بده يقدم الملف ويقدمه للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الموضوع لذلك يعني الأمور لكن للأسف يعني مع كل ما يجري من عنف لكن لا يوجد هناك لغاية الآن يعني خلنا نقول موقف عربي موحد يستطيع أن يعالج مثل ما نعيش فيه نأمل يعني نأمل إن شاء الله أن تتحد كريمة الأمة وأن يتحد قادتها وأن يراعوا الخطر الأمن القومي الذي نتعيش فيه أمتنا وأن ندرأ كل ما هو يعني خطر يشكل على أمتنا الموضوع مش موضوع دولي ولا موضوع فريق ولا موضوع الخطر علينا كلنا نحن في خطر داهم كأمة وكدول دول عربية يعني نستلهم الله داعيا أن يلهم قاتتنا الصواب وأن يريهم الحكمة في معالجة أمور مصالح شعوبهم ودولهم وعلى الله أن نسأل التوفيق ولكم كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله شكرا جزيلا الأستاذ المحاضر أهمية هذه المحاضرة تأتي من المزاج العربي والإسلامي الهائل بصفته العاطفية مع غزة وتحدث المحاضر مشكورا بجانب علمي ونحتاج إلى الجانب العلمي الذي يحرك العقل كثيرا مع أهمية الحماس والعاطفة واقعا عندما نتحدث عن غزة وفلسطين والحرب عليها وما جرى وما يحصل من خرق كبير للقانون والاتفاقيات الدولية نجد ذلك أيضا قد حصل بذات الشكل في العراق والاتفاقات الأساسية التي هي اتفاقية تالها 1899 و1907 واتفاقيات الأمم المتحدة عفوا جنيف 1949 ومثاق الأمم المتحدة لسنة 1945 التي اشار إليها بإفاظة علمية سيد المحاضر فيها خلاصات يعني أود أن أشير لها باختصار شديد مثاق الأمم المتحدة في مادتي 51 و52 51 أعطت الحق للشعوب التي تتعرض للاحتلال أفراد أو جماعات بمقاومة الاحتلال وهذا نص رسمي موجود في ميثاق الأمم المتحدة الأمر الثاني منعت المادة 51 قوات الاحتلال من التلاعب أو التغيير بالهيكل القانوني والتنظيمي للدولة التي تقع تحت الاحتلال وهذا خرقته إسرائيل كما خرقته الولايات المتحدة في العراق الخلاصة أخرى مهمة من هذه الاتفاقيات أن الاحتلال يقع على الشعب الذي يقبل بالاحتلال بمعنى أن ألمانيا لم تقاوم الاحتلال في 45 كذلك اليابان فسار الاحتلال ووضعوا قوانين أخرى رغم أنهم لم يغيروا القوانين إلا بحدود بالحدود التي وافق عليها الألمان واليابانيين في العراق رفض العراقيون الاحتلال فبدأت المقاومة في اليوم الأول الاحتلال قتلوا اثنين أمريكيان في عشر أربعة 2003 واستمرت المقاومة وفي فلسطين ربما تأخرت المقاومة بعض الشيء ولكن مرضى الآن على بدء المقاومة 60 سنة طيلت هذه الفترة لم تتوقف المقاومة قد توقفت قليلا هنا وهناك ولكن تواصلت وأحداث غزة الأخيرة تؤكد بأن حتى بالتقادم الزمني الأجيال لم تفقد الأمل بالتحرير ولم تفقد الرغبة في مواجهة المحتل عليه فلا شرعية للاحتلال الأمريكي وتنصيبه لسلطة ولا شرعية للسلطة التي نصبت من قبل أو بالتعاون أو وفق واتفاقيات أوسلو وغيرها مع سلطة تخدم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين فلا في العراق عمل سياسي يخدم العراقيين ولا في فلسطين عمل سياسي يخدم الفلسطينيين وسلطة الاحتلال غير شرعية ولا يمكن هي أصلا معتدية على الأرض وغيرة القوانين وغيرة الجغرافية والديمغرافية فكيف يعطوها الحق في أن تقتل أبناء الشعب الفلسطيني شكرا جزيلا يعني اللي تفضل فيه الدكتور يعني مشكورا أنا طبعا يعني معاك في كل ما قلته فبالعكس هو عبارة عن تكمل اللي ما قلته أنا يعني لا خلافة في ذلك يعني وإحنا عندما أنا نتكلم عن الجانب بس الآن اللي على الساحة في الإعلام عن الغزة لكن لا ننسى الجرائم والفضائع التي ارتكبت في العراق هذا لا يعني بالعكس كله هذا يعني زي ما أنا حكيت في البداية كل ذلك ستتذكره الأجيال كله هذا يعني هالساء الطفل اللي في غزة أو الطفل اللي كان بالعراق شايف اللي شاف هاي المجازل اللي شاف بنقتل عائلته وبي شاف كل الناس اللي عم بتموت حواليه هذا كيف سينمو سيزداد كراهية كرها للاحتلال شايف مش راب بالعكس يعني إذا كانت رح تصير في صنوف المقاومة أشد عنفا بما يحملوا من يعني من 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 حقد وكراهية على المحتل لما شافوا من أمامه ما يعني فقدت عائلة بأكملها اللي ش يظل منها طفل اللي ش يظل منها واحد اللي ش يظل منها كده هذا الش يعني حتى في العراق حتى في العراق صح مات مليون ونص يعني في العراق فقط حوالي مليون ونص بني آدم من الحرب العراق الحرب علي لكن لم تكن الأمور بالمظاهر اللي موجودة حاليا إحنا شو ليش الآن صارت الأمور العالم كله منتبه لأنه صار فيه صورة صار الصورة والإعلام وتتداول الكل عم بشوف طيب ما صار مجازر قبلها أكثر من هيك ما كناش نشوفها فهنا ما كانت يعني ما حدا يعرف ما حدا كان يثير فيها العراق قديش فقط مش قبل الجزائر الجزائر فقط صنوف أكثر من هيك بكثير وكذلك كل الدول التي حاربت والتي قاومت المحتل تعرضت إلى صنوف كثير من التعذيب ومن القتل ومن هذا إشي طبيعي لكن هذا لا يمنع من أن لابد من أن المقاومة ولابد من أن الاحتلال في يوم من العيام لازم يزول إحنا نستعرض نستعرض منطقتنا أنا يعني ما حبيت أزيد في هذا الموضوع نستعرض منطقتنا العربية كدهش تتعرضت الاحتلال إحنا أول شي أجينا في الحروب الصليبية دامت 200 سنة وشكلت أكثر من إسرائيل استيطان كامل واحتلال كامل لمدن ودول وتمارس ومش بس كمان لسه دولة زي هل إسرائيل دولة وحدة عدة دول اللي بعكة لحاله واللي بالقدس لحاله واللي فلان لحاله واستيطان كامل وأوروبا كلها تعامرت علينا في هذا الموضوع وضلينا 200 سنة في الصليبيين في الاحتلال هل بقي الاحتلال؟ زال طيب المغول والتتار عندما جاءوا إلنا يعني الأمة العربية استوعبت التتار وأصبحوا بالنتيجة مسلمين وجزءا من هذه المنطقة وللأسف أوروبا لا تذكر الجميل ما جرى في 1240 بمعركة عينجا لوت عندما هزمت التتار في هذه المعركة العظيمة التي حمت الأمة بالنتيجة وقضت على التتار كقوة مرعبة كان كان الفضل الأوروبا لازم تشكر الأمة العربية وقتها لأنه نحن حمينا أوروبا وقتها حمينا أوروبا لأنه التتار كانوا مش معنيين بس بالعرب هم بدأوا من آسيا الصغرى وبتم يكملوا على العالم كله جنكيز غان قتل نصف سكان الأرض فمش فلذلك لكن للأسف يعني بعدين تعال أنت للذكر الآخر الذكرنا إحنا إحنا بالأندلس بالأندلس عندما تم إجلاء المسلمين يعني بعد سقوط الرناطة من اللي أجى مع المسلمين اليهود اليهود مضطهدين زي ما أنت ذكرت كانوا مضطهدين بشكل هائل التاريخ الأوروبي كله بيحكي عن اضطهاد اليهود في أوروبا شيء هذا الموضوع ومين لحمل يهود لحمل يهود السلطان السليماني القانوني اللي جابهم ودخلوا إلى المنطقة للدولة العثمانية ومن هناك توزعوا صاروا من هون حتى يمكن واحد يسأل ليش اليهود الآن موجودين بكثرة في المغرب كانوا في سوريا كانوا في مصر كانوا في كل منطقتنا في العراق بس 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 ثناء الأردن يمكن كشرق أردن يعني ما كان فيه يهود سيف هذا كله أجل مع المسلمين من الأندلس جاب كله هجرات كانت جاية وانتشروا وعاشوا سواسية مع العرب ما كان فيه إنه مشكلة مع اليهود بالعكس كان فيه بالعراق فيه وزير مالي أشهر وزير مالي في العراق كان يهودي يهودي الحريص على المال العام والحريص على الدنيا كلها جاب في الموضوع من أشهر وزير في هذا الموضوع العداء ليس لنا ما إحنا مع اليهود وإنما العداء مع الصهيونية عندما تفكر شاءت فكرة الصهيونية وأصبح هناك فيه ولذلك لغاية الآن إحنا بأمريكا عم بتشوفه مظاهرات من اليهود ضد الصهيونية مظاهرات من اليهود ضد الصهيونية فلا فما في يعني أنسى حتى التنبؤات الدينية وما غيرها إسرائيل لن تبقى لن تبقى مهما كان الضعف العربي الإسرائيل إلى زوال في ضمن هذا المنطق سواء بجيلنا ولا بعدين إلى زوال ما في ما في احتلال بدون على على وجه التاريخ نستعرض التاريخ من نشأته لغاية الآن إذا في إذا في سلطة محتلة بقيت الاستعمار كله تزال أفريقيا تتحرق كلها في الموضوع كلها ما في ما في هذه الاحتلال بغض النظر عما يجري من انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي نحن أدعى بأن نتمسك بنصوصه لأنه لأنه أنت الآن إسرائيل بتنتهك أنت الآن أنت بتقدر تنتهك القانون أنت كمواطن عربي بتقدرش تنتهكه أنت ما بتقدر لأنه ما بتخلصش بينما إسرائيل محمية من أمريكا فأنت بالعكس أنت من واجبك أنك ما بتعمل نزاعات مزلعة سواء نخذ الحرب أكتوبر ولا الحرب في العراق ولا الحرب في اليمن ولا الحرب بدك تراعي مع اتفاقياتك وإلا بتتساءل بشكل جنوني وملاحق وتصير ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان وضد القانون الدولي وضد تبجح وصلنا إلى أولوين أنه لما يجري الآن بالحثيين هلأ أمريكا بتحكي عن مخالفة القانون الدولي من الحثيين مخالفة القانون الدولي هي اللي هي عم تحترق قانون الدولي عم تحترق بعدين بعدين إحنا قاعدين منحكي أنه الغرب يعني بتآمره بها الشكل مش غريب ليس مستهجنا لأن الغرب في عداء مع هذه المنطقة عبر التاريخ ما في مجال ما في مجال للمساومة وأنه في يوم من الأيام تصفى قوى الغرب إلنا هذا حقيقة تاريخية موجودة بالنسبة إلنا يعني لا يمكن أننا ننساها في هذا الموضوع لكن لكن شو اللي صار أنه الموقف الأخير زي ما تقول كشر الغرب عن نيابه نكشف كشف ما هو يضمره من حقد وكراهية إلنا في هذا الموضوع يعني هو بس أمريكا أن يتتآمر كل دول الغرب عليه في هذا الموضوع كشفت الطابق فالذلك لا عادي يظلوا يسحبوا علينا مزايدات بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي وبغيره الآن أنا عندي أي أي واحد سأبدأ تحكي عن القانون الدولي للحقوق الإنسان من واحد أمريكي إن إذا أنا انت هيدتك أقول له وقف أنت قبل ما تحكي معي حكي معك أنت اللي دعم تنتهك إذا أنت بتحترف القانون الإنساني أوكي ماشي في نفس الوقت الحقيقة الثابتة أن القانون وأي اتفاقية لا كحفظ للحقوق الحق لا يحميه سوى القوة أي حق بدون قوة فالحق ضائع الحق ضائع لذلك لا نحن نتمسك في القانون لكن مش على أساس أن نبني أنفسنا نبني قدراتنا نبني قوتنا إحنا الآن المشكلة مش مشكلة في القانون ما يجري مشكلة في مواقفنا مشكلة فينا لا نعيب على القانون لا نعيب على القانون لا القانون أنا لو إني دولة قوية بمسكه وبحارب فيه القانون أول واحد بعارب فيه لأنه هذيك الساعة بحطه في عينه بقول له تعال انزه لكن لما أكون أنا ضعيف شو بقدر أسوي شو بقدر أسوي في هذا الموضوع شكرا لسعادة القاضي الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في الأردن على هذه المحاضرة القيمة والشكر موصول لكم سادة الحضور على حسن الاستماع والمشاركة في المداخلات والأسئلة وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله في مجال استقافية قادمة بإذن الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم اشتركوا في القناة